يبدو بأن لعنة التاريخ إذ يحدد الحلفاء والأعداء لا تزول بريطانيا بعد تنديدها في مجلس الأمن بالسلوك الروسي في سوريا تصاعد من انتقاداتها وروسيا بدورها ترد موسكو في ردودها تحاول أن تحيل التصريحات البريطانية إلى جفاء قديم حكم علاقة الطرفين طيلة سنوات عديدة فعبر وزارة الدفاع قالت أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ما هي إلا عاصفة في كوب ماء عكر عدم الصفاء في العلاقات الروسية البريطانية تدعي موسكو بأنه عبارة عن فوبيا هستيرية معادية لها من قبل ما تصفهم بالنغبة البريطانية ملمحة إلى أن اتهامها باستهداف قافلة المساعدات في حلب كان متوقعا ولم يحمل جديدا في التاسع عشر من أيلول دمرت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة قرب مدينة حلب ما أسفر عن مقتل عشرين شخصا على الأقل وتميزت هذه المركبات بشكل واضح وكانت القافلة قد حصلت على إذن رسمي من نظام الأسد صور الأقمار الصناعية في المجال العام لا تترك شكا بأن القافلة تعرضت لقصف من الجو بواسطة الطائرات الروسية حيث لا يمكن لطائرات الأسد القصف في الظلام جونسون بدأ أكثر جرأة في تصريحاته عندما حذر روسيا من أن تتحول لدولة مارقة تقتل المدنيين داعيا الجمعيات والأحزاب المناهضة للحروب بالتظاهر أمام السفارة الروسية في لندن دعوة للإحتجاج اعتبرتها الخارجية الروسية سلوكا مخجلا وغريبا متسائلة عما إذا كان ذلك شكلا آخر للدبلوماسية البريطانية لا يمكن النظر إلى انتقادات لندن دون ربطها مع سياق عام شكلت جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول حلب ذروته ثم إلغاء زيارة بوتن لفرنسا لأن الأول رفض أن يقتصر اللقاء مع أولند حول القضية السورية كل ذلك يمكن أن ينبئ بأزمة دبلوماسية جديدة قديمة بين أوروبا وروسيا بشكل عام وبشكل خاص يمكن أن يعد موقفا أوروبيا مشتركا رافضا للجرائم الروسية في سوريا كيف ستتعامل روسيا مع الموقف؟ وهل تحقق أوروبا بالضغط الدبلوماسي ردعا عجزت عنه الولايات المتحدة؟ وأخيرا هل سينجح هذا الموقف الرسمي في التخفيف من الحرج الذي صارت تسببه صور المجازر السورية لأوروبا أمام شعوبها؟ موسيقى موسيقى